انت وانت اللي بتتفرجوا علينا ايه رأيكم انت حاسس بامتك ازاي عملت ايه علشان تحسن من الايمة اللي انت شايف ان هي جيدة هل انت استصمرت امتك دي وحاولت انك تخليها افضل الاجابات كلها من وجهة نظر الناس الطيبين اللي جاوبوا عليها في ناس قالت انا مش عارف اعمل ايه او انا مش قادر يعني مش قادر احس امتي طب مش قادر تحس امتك ليه لازم انت نفسك زي ما احنا قولنا في اول بداية الحلقة بص على نفسك في مرايتك وحاول تقيم نفسك وحاول تشكر ربنا على كل حاجة ربنا حباك بيها وبص للاخرين شوف ايه الفرق بينك وبين الناس التانية علشان تحس قيمة النعم بلاش تضيع مننا النعم دي وبعدين نيجي نقول ايه اه والله ده انا كان عندي صحة وبعدين ضاعت لما بشوف الناس التعبنين مش لازم نقيم القيمة اللي حصلة عندنا دلوقتي وحصلة بعدين لما تبقى ضاعت مننا تعالوا بقى نشوف سؤالنا النهاردة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك قلنا ايه ما الذي يجعلك تشعر بامتك رقم واحد نجاحي في العمل رقم اتنين المال الكتير رقم تلاتة الاسرة سعيدة اربعة انك تشعر بامتك خمسة اشياء اخرى يا طرى بقى الناس حاببنا جاوبوا علينا وقالوا ايه تعالوا نشوف الاجابات اول حاجة عندي شايماء كمال قالت بشعر بامتي فردة ربنا ونجاحي وان قصريتي تكون سعيدة ربنا يكرمك يا حبيبتي يا شايماء ويوفقك كمان وكمان ويزيدك نور على نور هايل جدا في عندي طبعا شرين جاد بيقول ان انا بدعي دايما لنفسي كل وقت وبفضل اقول يعني بيقول ورد او بتقول ورد معين دايما بتقوله وهو ده اللي بيخليها طبعا بتحس بقيمتها وكتبه دعاء رائع جدا نشكرك عليه ربنا يكرمك ويجازيك كل خير وياريت كل الناس حبيبنا على الصفحة يشوفوه لانه بجد دعاء رائع جدا ربنا يفتح عليك يا رب حسام حالة بيقول تقربي من ربنا والاسرة دول اهم حاجة بتخليني سعيد في حياتك ربنا يكرمك يا حسام ويسعد أسرتك ويفتح عليك يا رب كمان وكمان عندنا علي كمان بيقول لو بلغت بآية اكيد انا بشعر بامتي وببقى مفصوط جدا ان انا بلغت الآية دي وقدرت تكون مؤثرة في حد اخر هايل جدا في ساندي بتقول انا طبعا بحس امتي لما تعلم اللغة الانجليزية هايل جدا طبعا كويس اوي ان احنا كمان نضيف على خبراتنا في الحياة خبرات اخرى كمان وده كويس جدا لان طبعا اللغة الانجليزية من اللغات اللي بتبقى مطلوبة في سوق العمل فهايل جدا عندي شيماء مهدي بتقول المحافظة على تعاطي وانه انا افضل طول الوقت يعني احتفظ بآية وكون برافو جدا ربنا يزيدك نور على نور طبعا عندنا اجابات كتير جدا 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 اكيد من خلال الحلقة هنبدأ طبعا نتكلم عليها ونقول ان يعني ايه الناس الحلوة اللي ضفت لنا حاجات جميلة قوي بالتعليقات بتاعتها دي وحنتعلم منكم وحتتعلموا مننا واكيد طبعا ان شاء الله يعني خلال الحلقة النهاردة انا هيهديكم تلاتين يعني عايز اقول ايه بقى يعني تلاتين نووية كده ان شاء الله تنور حياتكم كلكم وتفرق معاكو كتير جدا ايه رأيكم